توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 68 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالات الحجب والاحتكار والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 23 طن ونصف الطن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب من منظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 46 طن أقماح محلية